بلاتي أنا بتكلم في إيل بنحلل بقى القصة بنقول إنه نحلل إنه نقول إنه كل ولد واخد دور وهي قعدة في دور بتقول لم بعد كده يعني كتبته للبنات ده حق ربنا تانكيو ده حق ربنا ده حق ربنا بس في بعض الثقافات في بعض البلاد في بعض المحافظات يعني هنا في بعض المحافظات إنه لأ أدابة ملك بتاع عيلة وفيه تلات رجالة من دم واحد فمش هيجي جوز أختنا حتى ركن حبابهم على فكرة فنكتبه باسم مراتاتنا فنكتبه بقى فنعمل إيه لا استني نكتبه باسم مراتاتنا لا دي نقطة التانية بقى ثانية واحدة هكده مش حايزين فقادي نقطة ماشي النقطة التانية إنه دي عصابة أسفة في اللفظ نقولي إن أنت عايزيني عصابة ستات تلاتة اتفقوا وسخانوا وجوازاتهم أنت يعرف عشان تلاتة يتفقوا تلاتة سلايف اسمهم يتفقوا في الشر ويقرروا إنه هما يحرموا يسموها إيه بقى أخت جوزهم معرفش بقى سلايف نعملهاش عديلة بطريقة أخت جوز يعني إنه هما إيه البيت ما يخشش علينا فيه حد تاني والبيت ومش البيت ونكتب عقد سوري يعني سلايف يتفقوا على أخوات الزوج على البنات وعلى الأم أوكي فإذاً دي خطة شيطانية نسائية بحتة بحتة رعب أوكي تاني حاجة أنا عايزة أفهم النفسية بس الأول إزاي ستات قدرت سيطر على الرجالة كده لا فيه بتعمل إيه؟ بتعملوا إيه؟ الموديل ده بيعملوا إزاي؟ يعني إزاي راجل يبقى ماشي يتضحك عليه من واحدة ستة كده هو مش بتضحك عليه هو على هوا الكلام ده هو الكلام ده آآ جيه على النسيج بتاعه على هوا ضد مامتو؟ هوا عنده استعداد يعني واحد بيحب يأكل مثلا بخلل فهو التاني عزم عليه بشطة فعجبته الفكرة فأكلها ده في الأكل بس مش يرموه لا أنا بحاول أقول درمى مامتو في الشارع يا أمل يلا ندرى بشطة يرمي مامتو في الشارع؟ ده على هوا بصي بقى أنا لاحظت أنا لاحظت من التقرير إنه الأم عندها الصدمة غير يا إما هي أصلا عندها حيبتي اضطراب نفسي أصلا يا إما الاضطراب النفسي ده زاد أنا كنت رسبه من اللي حصل كنت رسبه لهم هي طبيعية وكويسة هي يعني هي تهزت يعني اللي أنا شفته كحد بيفهم في في الشغلين هذه يعني في نفسية البني أدمين إن هي مش بتتكلم بطريقة طبيعية ما في المية هي عندها زي بانيك وعندها شوك بصي با عندها كم مشاعر غير طبيعية دي عندها إحساس بالغدر والخيانة وإن اللي زرعته في السنين أنا حسيتها في صدمة هي مش عفتها تعيب حصدته سم ولا تزعق ولا تصوت ولا تتتتتتتتتتتتتتها هي مش عفتها عمل إيه بس تقولك لحاجة أنا حاسة أن هي برضو ممكن تكون الهزة أنت بتقولي عليها دي من أنها أدعي على ابني واكرا لأهول أمين هي مش عفتها عمل إيه فهي تهزت صح؟ لا هي اللي خليها تروح تعمل محضر في الإسم في الأول عشان بناتها تضاربوا عشان بناتها تضاربوا مش عشان هي أنا حسيتها مسامحة لا 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 هي عملت أنا ما حسيتش كده حسيت إيه أنا حسيت أن هي عملت المحضر عشان هو ضربها مش ضرب بنتها بس هو ضرب هي هو ضرب الأم لما عرف أنها كتبت الدور الأولاني ضربها ضرب أمه دي كبيرة جدا ده مش هيوض على جنة وهلا هيشوف خير وهتتردله في الدنيا ده غير بقى أحساب الأخرة بقى ده إحنا ما نعرفش ده هيتعمل شاورمة في الآخر هيتعمل كده زي سيخ الشاورمة استيعفى أن هي ما قالتش أنه يعني حتى في المحضر ما قالتش أنه ضرب هي محضر معمول عشان بنتها تضربت بيلك فحتوها ضرب أنا ما عرفش طبعا ولادها يعني واضح أنه علاقتهم إيه بربنا لأن واسلا ممكن يكونوا بياخدوا معلش ممكن يكونوا بياخدوا حاجة من المخدرات أصلا ما فيش حد في كامل قوى العقلية يعني فيه ستة أشخاص الستة ما فهمش ملك الستة ما فهمش حد يقولهم حيب حد شاعد يقولهم حرام طب أقولك وإيه ده بيبوست أصحاب يقولهم لأ لأ إيه ما مش أقدر أكدب على أمي مش أقدر أكدب على أمي في خروجها هدفتي الستة دول مين تلاتة أولاد وتلاتة زوجات فالتلات زوجات دول من برة الزوجات دول بالثقافة وبالشكل اللي أنا شايفة ده فدول كل همها إيه البيت وبعدين هي بتقولك والذي مش محتاجين عندهم محلات دهب ما شاء الله وعندهم كفر وقالت عندهم حاجة ثالثة ومحتاجين إيه تاني ست شئيته كان بتشيل سامنا على أكدف عشان تعلمهم ومحتاجين إيه تاني دول فهنا عندنا هنا جريمة أنا نفسي أعرف بس رأي القانون إيه يعني نفسي القانون كان معنا كما أنا أستاذ إسلام الغزولي قال لي على رأيه أنه هو كده يعتبر في حاجات فيها تزوير لأنهما مضوها على حاجاته وعملوا حاجات تانية هو حاول يجب لها حقها ويتواصل مع حفيدها أنا مش هسيب الموضوع بس أنا خايفة من حالي كلنا مش هسيب الموضوع